كثرة علي الفلوس الزغريت أكثر من كسكسي نقوله نحن الزغريت أكثر من كسكسي المثل الشعبي التونسي الحكيم يلا خلينا نبدأ بجولتنا الإخبارية الجورنال الجورنال في الجورنال اليوم نبدأ بالفيديو البارح في الليل تم تداوله بكثافة صور جميلة وصلتنا من مطار الحجيج بمطار المحطة الثانية المطار الحجيج بمطار تونس قرتاج الدولي نحكي على طائرة الخطوط التونسية اللي حطت مساء أمس قادمة من جمهورية مصر العربية على متنها 52 جريح ومرافقهم فضلا على التونسية إيمان خذر اللي أصيبت في القصف الصهيوني على قطاع غزة كنا نشرنا الفيديو متاع زوجها اللي كان يطالب يطالب سلطات تونسية بالتدخل لإنقاذ مواطنة تونسية كانت تعاني من نزيف فقط من ذرة وزوجته مش بنته أنا وقتها ما كنتش متأكدة من المعلومة نعتذر إنه مذكرش ما قالش لبنتي ولزوجت اعتقدت أنها بنته فهي كانت زوجته دوك إيمان خذر وصلت البارح إلى تونس حمدوله سلطات تونسية تقول بعد تنسيق كبير في وقت قياسي تم العثور عليها وتحديد مكانها والتنسيق لإخراجها من غزة إيصالها إلى مصر ومن ثم إلى تونس البرح كان في استقبال الجرحة الفلسطينيين وزير الصحة علي مرابط ومدير ديوان الرئاسي مصطفى الفرجاني وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مونير برجيبة وسفير فلسطين بتونس هاي للفهوم أيضا كما كان في استقبال الجرحة عدد من الأطباء والإطارات الصحية والهلال الأحمر التونسي والحماية المدنية أيضا الجرحة تم على توالي نقلهم إلى المستشفى التونسية لتلقي الإصعافات الضرورية والعلاج اللازم إن شاء الله رب يشفيهم في انتظار يوصلوا جرحة فلسطينيين أخرين هذا أبسط حاجة نجم قدمها لشعب الفلسطيني لمؤذرته مساعدته خلال هالحرب الظالمة هالحرب الغاشمة اللي قاعد يشن فيها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية أمام صمت كل العالم نجم قول وجاد الفقير بما لديه منذ صحيح احنا حركناه الجيوش مش نمشي مندفعه على غزة ولكن على الأقل نجم نعالجه الغزيين المصابين اللي ما عندهم شوين يتعالجوا في قطاع غزة انهيار كل اللي وضع القطاع الصحي في غزة المستشفيات خرجت عن الخدمة فبالتالي على الأقل النجم ننقذ ما يمكن انقاذه من الأرواح البشرية اللي قاعدة تموت في غزة بسبب النزيف يعني فما الناس أصيبت وبسبب عدم تلقي العلاج قاعدة تموت لا بكل تأكيد هو بالعكس يعني موقف تونس موقف مشرف على الأقل منتها حتى الجزائر قامت باستقبال جرح زادة فيلسطينية لا جزائر داخلها في ملف آخر الجزائر في مفاوضات الآن وجبريل جبريل الرجوب كان في الجزائر ومفاوضات بين فتح وبين حماس والتأسيس لمرحلة جديدة الجزائر يعني على خط آخر الجزائر كان مفروض لأن تونس تلعب دور هذا لما لا موقف تونس يعني موقف مبدئي وصريح من القضية فلسطينية بالنسبة لجزائر ملف آخر لكن بالنسبة لتونس وفق إمكاناتنا لعنا بيترول باش نهدد دني مش نقلص من الانتاج لعندنا يعني ما يكفي من الميزانيات لتمويل ودعم المقاومة يعني ناس أخرى وبلدين أخرى عندها أكثر إمكانات وكان مفروض بطبيعة حتى بلاد ما جات اقترحة أنه فيه تقليص وينتاج البترول والله بلدين أخرى منظر في الإطار هذا عملت العكس أنت قلت لتعازيز إمكانيات المقاومة ولا لدعم الشعب الفلسطيني مديا فما دول أخرى بعد الهجمات متاع الحوثيين على البحر الأحمر عملت خط بري باش توصل المساعدات لإسرائيل وهنا نحكي على السعودية والإمارات خط بري تتعدى عليها الشاحنات باش توصل البترول وتوصل المواد اللازمة لإسرائيل فذول بعد ذا ما فهمش كلام بطبيعة بالمبادرة يعني تعرف المبادرة الأمريكية من أجل حماية البحر الأحمر والملاحة في البحر الأحمر وكيف ما تعرفوا يعني قواعد الأمريكية موجودة في الدوحة موجودة في عاصمة الجزيرة لأن الجزيرة هي بكل تأكيد أنه هذا الكل وضع يأكد أنه الصف العربي مفلول أنه ما فيش وحدة حول الأهداف أنه الموضوع الفلسطيني الدراما نقول الفلسطينية اليوم تم في شعب توريكا لحاله الشعب الفلسطيني يراه توريكا لحاله أنه باستثناء المناوشات من طرف إيران أذرع إيران في المنطقة وهي عمليات محدودة ليس فمتا بالفعل من يسعى إلى الضغط بما يكفي لقلب ميزان القوى يعني فيه إمكان أنه المواقف المبدئية رهي ما هيش مجرد شعارات وما هيش عمليات جزئية المواقف المبدئية هو التهديد بالدخول إلى الحرب والدخول إلى الحرب له ثمن تونس على كل موقف مبدئي وتحرك في الملف الإنساني من أجل دعم الشعب الفلسطيني وهذا الأدنى هذا الأدنى وليس في إمكاننا أكثر من هذا أنا نقولها يعني بكل واقعية ليس في إمكان تونس أكثر من هذا عدى المساندة والتعبير عن التضامن والدعم المادي ما أمكن الدعم المادي بالنسبة للشعب الفلسطيني في علاقة بال يوم ننسي تونس بعثت إعانات وأدوية وأغذية ويعني الآن هناك مفاوضات بداية مفاوضات حول هدنة إنسانية على الأقل إلى الأيام القادمة وضغط في الكواليس على إسرائيل تونس على كل لم تتورت في كل ما من شأنه وأن يكون ضد مصالح الشعب فلسطيني صحيح فقط نحب نقول أنه فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية نحب نقول أنه أطفال غزة يتضورون جوعا يعني لكم في ذلك مثال الصور والفيديوهات التي قاعدة توصلنا من هناك رغم صعوبة ذلك ولكن الجوع يفتك بالغزيين لأنه المساعدات التي قاعدة تدخل محدودة جدا هذا من ناحية من ناحية ثانية صعوبة الحصول على المساعدات هذه لأنه ظروف التقس مخلية الغزيين متشاردين يعني حتى الخيام ممتاحهم ما قدروش أنه يبقى بفيها لأنها هزها الماء وبرد وامرات تعرف منظر قاعدة نشوف في أطفال مزالوا باللباس الصيف متاحهم في غزة لأنه تعرف كيفاش خرجوا من ديارهم يعني خرجوا وقتها دنيا سخونة ومناجموش يهزوا معهم حد شي وحتى ليتمكن من أنه حاجة فكي لهم الاحتلال من المدارس نتفكروا الفيديو ووقتي ليخرجهم من المدارس ومنعهم من أنهم يهزوا أي حاجة من ممتلكاتهم فالبرد والجوع والأمراض الأوبي أنتشرت مع فقدين لخدمة المستشفيات إن شاء الله رب يكون فيعونهم لا وهو صور المعتقلين في حالة عراء ما ننساوش الصور التي يعني أثارت حفيظة الجمعيات المختصة والمجتمع الدولي حفيظة وكهو أثارت الحفيظة ولكن حركوش ضغط عربي حتى ضغط عربي لم يمارس حتى تهديد يعني تقول لي أنت عم فتح سيسي أو عيد أنت خاب بسيطة وثمانية ميه يعني بذبت به شكرا لسلطات التونسية شكرا لرئيس الجمهورية قيسس عيد فيما يتعلق بجلب هؤلاء الفلسطينيين إلى تونس للعلاج هذه أروح بشرية عانت وتعاني إن شاء الله بالشفاء العاجل يعني من بين الجرحة هذا وشفنا أطفال ليفقدوا البصر وغيرهم وغيرهم يعني يعيش حياته لكلها وهو يعني إن شاء الله يتم إنقاذهم ومعالجة الإصابات متاحهم لونك تم تفريقهم على المستشفيات التونسية في انتظار إنه تزيد السلطات التونسية تعمل على جلب جرحة آخرين يلا نتعدي لأشياء وإحنا مازلنا مواصلين في الشأن الوطني نحكيه على تصريحات وزير التربية تعرف منذر إنه للفترة هذية نشهد في جملة من الاحتجاجات فيما يتعلق بجامعة التعليم الأساسي اللي قاعدة تندد بمسألة اقتطاع الأجور اللي صارت في شهر جويليا وتعتبر إنه ذلك غير قانوني وفيه غطر صوى ما إلى ذلك ولكن جاي بعد احتجاجات هذية جاي الرد من وزير التربية محمد علي البغديري اللي قال إنه قرار الوزارة بعدم صرف أجرة شهر جويليا للمعالمين اللي قاموا بحجب الأعداد خلال السنة الدراسية الفارتة قاطع ولا رجعت فيه يعني احتجت أو ما احتجت روما نشبش نصب شهرية الجويليا لأنه هذا كان قرار قلنا إنه بشي تم تنفيذه ونفذناه دونك هذا قال وزير التربية البارح قال خيارنا اعتماد المرونة هذه المرة لكن مستقبلا سنطبق إجراءات قصوى دون تسامح وسنتصدى لكل التحركات بالقانون وبالنسبة لشهرية جويليا لا يمكن أن ننسى تلك الأيام ظلمة توصفها في تاريخ أبنائنا التلاميذ قال سيتم صرف أجرة كل من يثبت تنزيل للأعداد غير ذلك ما فهمهش أجرة شهر جويليا قرار لا رجعته فيه تصعيد منظر من هنا ومن هناك من وزير التربية والجاب المشهد العام يقول أنه نتجه نحو سياسة تسلب توجه النقبات يعني وكأنه هناك اتجاه نحو تقليم أظافر التي عمتون شغل خاصة أقول هذا يعني بصفة عامة ألاقى ملف التعليم وأشرت إلى هذا في السابق أنه السؤال الذي طرح هل قانوني عملية حجب الأعداد قلت شخصية أن حجب الأعداد قابله ووزاه حجب الأجور نحتاج في هذه المناسبة لحكم لفقه قضائي رأي القضاء والقضاء الإداري على وجه التحديد في علاقة بهذا الشكل النقابي قلت هذا الشكل يمكن أن ينتشر وأن يمارس في قطاعات أخرى هل من الواجب الآن أن نبقي على هذا الوضع في سياق النزاع أو المواجهة أو الملاسة نانسح التعبير بين النقابات ووزير التربية أم أنه من المفروض أن نؤسس لفقه قضاء يحسم العملية نهائية لكي تكون المسألة واضحة في ذهن البعض في ذهن الجميع عفوا في ذهن الجميع أنه نعلم أنه ليس تمت أي سبيل شرعي لا اعتماد هذه الأسليب في النظال النقابي هذا المفروض أن يحصل يعني وزير التربية يتخذ قرارات النقابات تعتبر أنه هذه القرارات جائرة وظالمة وأنها تعدي على الحق النقابي في حين أنه في إمكاننا تحكيم محكمة المحكمة الإدارية نستطيع تطلب الأربطراج يعني هذا الشكل يعني ضروري أنا في تقديري أنه الجميع يعلم إن كان هذا الشكل شرعي ممكن أم لا ينفوها بغطوط عليش كل مرة مش نقدمو شوية مش نعاود وننفس الشكل ومن بعد توترات وممكن تمس قطاعات أخرى يعني أنا في تقديري المحكمة الإدارية يمكنها إصدار حتى رأيي في سياق استشارة يا سيدي مونمشي وش نحن لزاغي وإلا لججمان ولا في طار استشارة ممكن استشارة عليش تخلي العملية في سياق جدل معنى له أنا نعتبر جدل معنى له قانونيا ما فماش فما فراغ يعني في درا يعني في جوريديك فماش بان في الواجب المهني الواجب المهني يشمل تسليم الأعداد وإلا لا إذا الواجب المهني يشمل تسليم الأعداد يولي التقاعص عن الواجب موجب لحجب الأجر واضح منظر خلينا خلينا نواصل ونمشي لموضوعنا الموالي نحكيه على أمريكا لوزير الدفاع الأمريكي اللي كان أعلن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفين مع إيران في اليمن وفي قوله وقال خلال زيارة البارح في البحرين قال أن الدول المشاركة بشتشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا البحرين مقلقت هالهجمات الفوثية اللي قاعدت تصير على السفن المتجهة لإسرائيل قال أنهم بشيقوموا بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدد شو رايك في هذا يا منظر بلوتو رايك في مشاركة البحرين بطبيعة مشاركة البحرين في إطار اللعبة التازين نزينه بالبحرين بالدعرب هكذا التحالف الدولي في استهداف العراق مثلا ساتونمو ده موضة عربية أنه في كل استهداف يعني لأي طرف عربي نقال العرب كيف كيف لكن الشي اللي مذهل أنه وقت السفن الأمريكية والطائرات الأمريكية تنزل في الأسلحة لإسرائيل ويتم تقديل الفلسطينيين في غزة ما شفناش الحماس وما فمش المقاطعات هذه وما فمش على الأقل على الأقل مقاطعات تنزيل البضاء الأمريكية يعني في الأبرات العربية أو تحرك من هذا القبيل حماس هناك مقاطعات أنه شعب التونسي شعب التونسي قاطع عديد المركات وعديد الفضاءات والمقاطع إذا تم زرع القنابل البحرية هددت اليمن بفعل ذلك والقنابل هذية نتفرجت في تقرير يتحدث عليها إنه القنابل هذية إذا تم زرعها في البحر حتى ليزرعوها ما عادش نجمو يلقاها لأنها تتحرك عائمة فصعب جدا يتم الحضور عليها وتفجيرها والقضاء عليها حتى الناس اللي زرعوها ما ينجموش يلقاها إذا قامت أو قام الحوثيون بذلك فهذا يمثل تهديد كبير على التجارة هناك هم عندهم الباتو دراجور دمين وصارت العمليات هذه في السابق بذول في حرب المالوين من بريتانيا والارجنتين أكيد أنه فيه تعقيد في العملية وفيه تعطيل كبير للملاحة الدولية والتابعات معلومة من الجميع يعني يجبون 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 الإختصار المسافة دونك بشيكون أكثر تأمين بشيكون أسعار بشيكون تهب بنسبة العديد المواد يعني واضح أن هذا التوتر يعني أنا لو قرنت التحرك الحوثي بتحرك حزب الله في جنوب لبنان أنا 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 أعتقد أن أن التحرك الحوثي أكثر نجاح أكثر نجاح يعني بالفعل الحوثي بعثر الأوراق الأمريكية منظر قد يش عندهم هم تحت في الوضع اللي عايشين فيه في الحرب يعني بالنسبة اليمن اليمن منذ الربيع العربي الربيع إياه يعني الربيع المبارك الربيع العربي نسف كل الاستقرار في المنطقة العربية ومازالوا إلى الآن ف يقولوا أنا شنو خاسر بالأخير أنا تحت القصف تحت القصف فعلى أقل خليني ندافع على قضايا عادل مو خطر تعليمات إيرانية زاد ما نكونوش زاد يسمي لا نحكي هذك الخوثيين كلهم يعني مسندين لما يقوموا به الخوثيين مش كلهم الكلهم عنا صنداج باش نعرفوا بالضبط راو يبنزم نبدأ وننن نصدروا في مواقف هك لا بنسبة للهوثيين الحوثيين حركة مرتبطة عضويا وعسكريا بإيران لديها دائما للشعب الفلسطيني وهذا إيجابي حبينا ولا كرهنا لكن بالطبع التطورات ستؤكد أن الولايات ناحية الأمريكية ستواجه تأزم قد يستمر وسيستمر لأنه ما ننساوش الأوضاع بالنسبة القرن الأفريقي وعدم الاستقرار وشبيبة محمد والتنظيمات الموجودة يمكن أيضا أن تنظم إلى هذا التحرك الخبر المهم زاد لتواجهت له أنظار العالم لأنه معناتها لعب إقليمي قوي وقتا نحكيه على دور مصر دور السيسي نحكيه على السيسي رئيسا لمصر حتى 2030 تم الإعلان رسميا على فوز بالانتخابات الرئاسية بولاية رئاسية ثالثة بعد حصوله على 89.6% من الأصوات كان زيت شوي باركرا وخلطت على النتائج متاع زين العبدين بن علي معناتها نحن كنا 91 فينا 90% وقت شو فراو بشو نكون واضح معاك نحن بن علي شكو كان يعارض اللي كانوا يعارضوا فيه جابوا صفر من بعد شكو بشو 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 نحن بشو نحن بشو نحن بشو ترشح النهضة ضعيفة في الرئاسية وكانت قوية في التشريعية لذا نحكي على نتائج بن علي في السياق هذيك راهو ما كانش فم تديس كما البعض يعتقدوا الشخصيات ترشح هتركيني كور واحد جابوا صفرات هوا بعضوا جابوا صفرات بعدوا هو جابوا الشخصيات اللي كان كنا نعتقد انهوازنا ما جابوا شي بنسبة للسيسي بنسبة للسيسي سي نورمال شوف أنا فم حاجة راهو في آخر الأمر الشعوب عندما تمر بتجربة فاشلة وتفقد الأمل تعود إلى فكرة الرجل القوي يراه فكرة الرجل القوي موجودة في العمق الثقافي وفي السوسيولوجيا العربية المسألة الديمقراطية مسألة التعدد ومسألة تعدد الأحزاب ومسألة تزعج وتخيف لا تزال تخيف ما قلنا صحيح ما قلنا ما يلزمش أحزاب ما قلنا من جمس العدودية لكن بالنسبة للشعوب العربية في هذا الوضع كيف يشوف الشعوب العربية ما يحصل في غزة كيف يشوف القوة الأمريكية الضربة كيف يشوف ما يحصل في المحيط من غطرسة من اختراق يعودون إلى فكرة الرجل القوي يلزم نفهم هذا فما ناس تحب بنية سياسية جاهزة نستوردوه من أمريكا ولا نستوردوه من باريس ولا نستوردوه من برلين باش نكونوا نحن أراضيين قاشنوها وديمقراطيين يلزم الديمقراطية لكن ديمقراطية كيف نصل إليها وفق التطور الذاتي مش مسألة تنظير الاستبداد كما البعض أو تنظير الاستبداد والديكتاتورية فما فشل في التجربة فما فشل في التجربة حبينا ولكننا مش ما نتهره الديمقراطية خايبة الديمقراطيين خايبين لكن مش الديمقراطية خايبة أما كيف ندركو الديمقراطية فرنسا يلافلو لسنك رجيم فرنسا رجعت الرسورة ومشيت لل الامبير فما توتاً بروسسوس اللي مزيل موصلش الماتورات بتاعه في العالم العربي لم ندرك مستوى ندرك ليتشكل ديمقراطية على قاعدة وطنية ما نحبوش هم بريفابريكي مربوط بالصفرات وتعليمات تصدر بالصفرات هذا هو الموضوع موش حاجة أخرى برشة ناس يتصوروا أنه والله تنظير الاستبداد ونتنظير الدكتاتورية اديار ما عشناش اللي عشدته تركيا تركيا تحت الانقلاب العسكري ما فماش نفس معارض حتى شكلياً موش موجود تمشي اللحم مفروم موش تفديك موش مسألة والله نحن الديمقراطية عشناها نص البيس الديكتاتورية نص البيس مانتها انت عندك شي عندي موش الافري ديكتاتور صنغينار كما عاشتها الشيلي ولا كما عاشتها الارجنتين ولا كما عاشتها غواتيمالا ولا شوفوا الامريك لاتين شوفوا الكلوني الانغريس تعرف وقتها شمنتها ديكتاتورية موش كلام موش كلام انظمة دموية قتل في الشارع واعدامات دول محاكمات انا نشوف مانتها سوكي سيباسي حتى تشيكي فارة تورد في هذا بعد الثورة الكوبية بعد الثورة الكوبية يعني موحاكمة مدومش ساعة واعدام مباشرة يعني بالعودة الى سيسي منذر اليوم السيسي رئيس لمصر حتى الالفين وثلاثين ولكن في بلد يواجه أزمة أو أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ نحكيه على معدل تضخم يلامس أربعين بالمئة وعملة محلية فقدت خمسين بالمئة من قيمتها وهذا أدى بطبيع الى انفلات الأسعار وحتى نحكيه على انه تقريبا ستين بالمئة من سكان مصر اللي نهز عددهم مية وستة ملايين نسمة حول خط الفقر كيف سيواجه السيسي الأزمة الاقتصادية هذه وخاصة كيف بش يواصل مواجهة ما يحصل على حدود مصر من الحرب الدائرة بالتحديد في قطاع غازة هو المشكل بالنسبة أولا مصر لديها عنصر أساسي سوق إذا كنا نحكيه بمنطق السوق وحجم السوق المصرية يعني نحكي على امكانية جلب الاستثمارات وامكانية أن تكون وجهة للرسمية الأجنبية هذا معطأ أول نفس الشيء بالنسبة لكلفة الانتاج الكلفة الاجتماعية الانتاج يعني بقدر ما يكون هناك فقر بقدر ما يكون هناك هبوط في قيمة الجنيه المصري التعويم ما يسمى بالتعويم بقدر ما الفرص الاستثمار وفرص تحويل مصر إلى مصنع إلى ورشة ضخمة للإنتاج عنصر قوة عنصر قوة ستناتو سابوري أتغاناتو منعرفش البلانيفيكاتور إيجيبسيان ما قاعدين يعملوا بالنسبة المخطين ما قاعدين يعملوا لكن أكيد فيه متابعة من صندوق النقد الدولي وأكيد أنه إنقاذ الاقتصاد المصري إحدى شروط سلامة إسرائيل عنصر هام جدا واستقرار المنطقة يعني علينا لا ننسى أنه مصر عنصر حيوي وعنصر مؤثر على عموم المنطقة بالتالي أعتقد أنه عملية الإنقاذ تحتاج بالطبع إلى مراجعات في علاقة بالقوانين وشروط الاستثمار وأقل البيروقراتية تقريبا نفس المواصفات التي يمكن أن تنتبق على تونس تنتبق على مصر مع اختلاف كما قلت أنه بنونة التشغيل الفليكسبيليتا دولانبلوها في مصر قابل التطبيق أكثر هو النظام بقدر ما يكون ممركز بقدر ما يتم إضعاف النقابات وفي مصر ليست للنقابات يعني تأثير كما هو موجود في بلدان أخرى ثم إمكانية الإنقاذ ثم إمكانية الإنقاذ بالنسبة لمصر أكيد أنه أيضا مسالة المسادر مسادر الغاز ومسادر النفط بالنسبة لشرق المتوسط وحسة مصر في هذا يمكن أن يؤثر أيضا واضح شكرا لك منظر كانت هذه لك